سبب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بعض المصارف العراقية والتي كان آخرها مصرف الهدى وما أثر ذلك برأيك على الاقتصاد العراقي أيضا شكرا جزيلا سيد العزيز الحقيقة هذه العقوبات ليست مستغربة أبدا نحن كنا نتوقع هذه العقوبات بالضبط بعد أن تم معاقبة 14 مصرف وكان هناك إشارة أنه سيتم معاقبة مصارف جديدة سيتم معاقبة كيانات اقتصادية أو سياسية وسيتم معاقبة أشخاص وأنا أعتقد أن الإجراءات التي اتخذها الوينج المركزي يمكن أخرت هذا الأمر مصرف الهدى هو أصلا معاقب منذ عام 2019 على ما أذكر أصلا معاقبه من 2019 وكان بحجة تهريب الأموال وعمليات غسل الأموال التي كانت تجري باتجاه دول الجوار الآن طبعا الخزانة الأمريكية تستخدم مثل هذه الملفات بتوقيتات هي تحدد هذه التوقيتات متى تظهر هذه القوائم متى تظهر اسماء الشخصيات نعتقد أن هناك ربط كبير بين الاستهدافات للقواعد الأمريكية وبين هذه العقوبات وكنا متوقعين أن هذا الأمر ربما رح يكون أشد خلال الأيام القادمة إذا ما استمرت قصف هذه القواعد ربما سيكون أشد من مسألة معاقبة مصرف أو مصرفين أو شخصيات محددة ربما يكون أوسع من هذا الأمر نعم طبعا هذا الموضوع له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي اليوم نحن النظام المصرفي عموما هو سمعة من تم معاقبة 14 مصرف وقبلها الأربعة مصرف كانت السبب الأساسي في هذا الاختلال الكبير في سعر الصرف بين سعر الصرف السوق والسعر الصرف الرسمي يعني أنا أذكر بمعاقبة الأربعة مصرف في 2-11 من عام 2021 كانت تقريبا مستقرة أسعار الصرف لكن بعدها بدت الاضطراب الكبير ودخلنا في معمعة المنصة الإلكترونية وعدم الانتظام الآن البنك المركزي سيطر بما يخص التحويلات الخارجية عن طريق النافذة نعم أو حتى عن طريق التعزيز الأرصدة لكن إحنا مشكلتنا الأساسية سيد العزيز أنه لا تزال تجارة للعراق مع دول معاقبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تشكل رقم ليس بالقليل يعني اليوم إحنا عندما نتحدث عن تجارة العراق مع إيران إحنا نحتاج تحديدا من 25 مليون إلى 35 مليون دولار يوميا هذه تلبى من السوق والأمر الآخر أيضا اللي يخلي دائما الطلب متزايد على الدولار من السوق الموازي أنه أكو إجراءات لحد هذه اللحظة الإجراءات الروتينية التعقيد في عملية التحويل خاصة لصغار التجار تدفعهم أنه يذهب مرة أخرى للسراء من السوق الموازي ونعتقد أنه هذه الحقيقة كانت السبب الأساسي في ارتفاع معدلات الأسعار الآن كثير من السلع حتى السلع أساسية كانت ربما مستقرة لكن أيضا بدأت تشهد ارتفاع كبير لأنه معظم التجار بدأ يحسب سعر الصرف على سعر السوق وليس على سعر الصرف الرجل اشتركوا في القناة